موسيقى إن شاء الله رب يوفق منتخبنا إنه نطلع بصورة أحسنة حمد البعض يتكلم اليوم حتى على مستوى الجماهير الواعي اللي تتكلم أنه الهلال في المبارتين الباطن واليوم أنه يفتقد للهداف رأس الحرب الصريح بغض النظر عن كونه اللاعب اليوم هل فعلاً الهلال في ظل تكتيكة هل في الوسط يحتاج إلى رأس حربة يسجن؟ والله شيء خلني أكون صريح معاك يعني بعض الأحيان لازم يساعدك الحظ في صراحة اليوم يعني ساعدنا سواء في الحالات الدفاعية وحتى والله في الحالات الهجومية لكن ربي ما وفقه تعرف مثل هذه الكور تحتاج إلى نسبة حظ كبير وبالعكس يعني كل المهاجمين موجودين يعني حتى أنت شفت ما شاء الله الشرط الثاني فيه ناصر وفيه ياسر يعني عندنا مهاجمين ولا فيه خط طيب الرسالة لمن يعتبع لي أنا أتكلم عن كلاعب كابتن في فريق الرسالة يحتاج إلى الصبر أم أنه هو اللي يحتاج إلى أنه يشتغى عنه نفسه؟ أكيد يعني أنا بالنسبة لي وعذب الله من كلمة أنا كل لاعب وتوقع زي ما قلت الجمهور الواعي راح يعرف كل لاعب يوصل لمكان جديد لازم أنه يحتاج صبر يعني أنا أشوف يعني أنه ما شاء الله يعني تأقلمه بصورة جيدة وبيحتاج وقت كلنا حتى لو مثلا لو راح واحد من اللاعبين السعوديين راح أحترف أي مكان أو مكان بعيد برضو بيحتاج الوقت فأنا أقول الوقت إن شاء الله راح يخدمه وبيرجع إن شاء الله فايز السباعي يقول كان ودي رديت حق الشرب عشان يصير عندي عشر وعشرين رديت والله تعرف فايز كان معنا ويمكن بصفة يومية نلعب يعني نشوت على بعض ونلعب بالانتياج التحدي والحمد لله رب يوفقني ولعبتها في نفس الزاوية اللي هو يعتقد أني أنا بشوت منها يعني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة